السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشخباركم لباس كديرين نتمنى تكونوا باخر وعلى خير مرحبا بكم معنا مرة اخرى في مطبخ الاخوات نتمنى ان شاء الله تكونوا دوستو صيامكم في احسن الاحوال كما كتشوفوا غدي نوجدوا معكم اليومة الياغورت الطبيعي منزلي كي يجي لديد كي يجي كريمي نتمنى ان شاء الله نكونوا عند حسن ضل الجامع كما كتشوفوا انا غدي نستعمل الكونتي تيلي هي دي العائلة بخلط صوت الحليب اه كما كتشوفوا عندي هنا يتروق النص ديال الحليب زاد ناخد منه واحد الكاس لي غدي نخلطه مع الحليب الغبراء بالنسبة لي من استعملت غير مالقة واحدة ديال الحليب ديال الغبراء وغدي تخلطو مزيان وغدي تزيدو على هاك الحليب اللي دارتو في الكاس رونه وغدي تخليه يغلي انا خلط هدلك الحليب الغبراء حتي يعجدت الحليب غبرة لان الحليب ماشي ديال البقر اللي هو 100% ديال البقر ديال الحانوت يعني قصد دروري يعني قصد الحليب قصد يكون تقل شي شوية دك شا شا نزلت الحليب غبرا عندما كما تشوفوا الحليب ديالي هو كيفيد خصويفيد مزيان وغادي نخليه غير يدفع غادي غير يدفع غير يدفع اول حليب دابا من بعد ما دفع غادي نصفه دابا عندي يترنس ديال الحليب على صفيته انتم كما كتشوفه يا رمص النمز يدفع دابا سنده يعني انتم ممكن انكم كتحلوا تحسب لجو بيالي الم obrasي الع ديال الباني غادي نحركو مع شوية ديال الحليب وعد غادي نضيفو علي الدك الحليب ديالنا يعني خديت الدك الحليب اللي فايد للديجا فايد عالogly عاليته يعني حليته على حسب لجو ديالي وزلت عليه الي اغورت تحركتم مزيين سوف نفرق الحليب في الكيسان ونفرق الحليب في الكيسان ونفرق الحليب في الكيسان كما نقول لكم مره المطيب وغطيت هديك القميلة وغادي نغطيهم زيان غادي نقل كموح وصلت الصباح ان شاء الله هانا را وجدتو الليل دبرا هادا راح الصباح هانتو ما مني نعريس عليه يعني درتو انا ما عطنوش ديال الليل دبرا تسعود ديال الصباح هادي انا عريس عليه كما كتشوفو هاي الياغورت ديان هوا جد كما كتشوفو هادا الواجهة دياله هي كتلمع كيجي صراحة ديال ديال جربوه لوليداتكم بصراحة را كيجي حسن من ديال الزنقاء بمية مية في المية هانتو ما كيما كتشوفو ها را كتلكو مردو وجدتو البارح بالليل صيبتو معدك تناش ديال الليل دبرا تسعود ديال الصباح هانتو ما كيما كتشوفو شوي الواجهة دياله كيفش كاتلما 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 دبا غادي نخرج الكيسم كاملين من متك القاملة وغادي ندرون فتلاجة وان شاء الله من غادي غير بشي ياخد شوي ديال برودة بصافي اما هو را كرامي واجد غير هو بش مي بقاش سخون وصافي مية كوش لواحد سخون وعلا حسب السيام يعني ممكن انكم توجدون الفطور او للصحور دابرا العشية دابا والياغورد ديالي هو واجد كما كنتيكم انا دخلت تلاجة غير بشي غير بشي ياخد هذك البرودة لان باقي كان باقي دافي حدرت المطائب في القاملة انتم ما كيما كاتشوفو ما كيتحرك موالو كيجي كريمي كيجي لديد احتا دي كل نقطات بعد نوبات كي تلقوا بعد كتشيروا مثلا في الاسواق كتلقى فيها دي كل نقطات من التحت اللي اللي حليب كيتكبد من التحت صراحة كيجي صافي الواجهة ديالو كتلمع بالنسبة لهذا الوصفة هذي را انا اختيتها عند الناس ليهما تبارك الله عليهم اللجزيهم بالخير ليهما بخوفيسيونيال في هذا الميدان هذا اه يا غرص طبيعي ديال الدار اه كنتمنى ان شاء الله كما انا معتمادة عندنا احنا في الدار نتمنى ان شاء الله تكون معتمادة تبقيت انتم ما معتمادة عندكم انتم كيما كيتشوفو واخا كنحرك الكاس كنقلبوه قاع ما كيتحركش مبلاسو نهائيا كيما كيتليكم صراحة كيجي رائع وصافي يعني الواجهة ديالو كيما كتشوفو ما فياش هذيك الفرارة لان انا اصفيتو اه ما فيش داك الفرارة ما فيش الماء نهائيا كيبقى كريمي كيبقى صراحة كيبقى يدوب في الفم انتم كيما كيتشوفو انا كما غادي امقيس واحد الكاس بشوفو من الداخل كيفاش داير ولو حتى نقطة ديال الماء مكاينش فيه صراحة كيجي لديد بنسبة للسكر انتم ما ديروا السكر على حسب على حسب المقدار ديالكم انتم كيما كيتشوفو شوفو من الداخل كيفاش داير يعني كريمي الكيسان تبارك الله كاملين يعني جو يعني بنفس اه يعني بنفس طريقة كيفاش جو كريميين جو انتم كما كيتشوفو نتمنى ان شاء الله الوصفة ديالنا تعجبكم والوصفات الاخرى ديال الفيديوهات السابقة يوم ما يعجبوكم ان شاء الله نتمنى ونكونوا عند حسن الضن ديالكم اللي يعجبتكم الوصفة بارتاجيها مع الاهل والاصدقاء باش الفائدة تعمى الجامعي كما كن كما كنقولو لكم احنا اه كنحاولو انا نتقاطمو معاكم الاشياء اللي كتعجلنا والاشياء اللي كتصدق لنا اه مية في المية ما كنبغوش نبارتاجو معاكم اي حاجة اه انتمنى ان شاء الله اه يعجبكم الفيديو ما تنسوش لي لايك باش يوصل لأكبر عدد ديالناس اه انتمنى ان شاء الله دوزو سيام كون ما تبقى مصيام في احسن الاحوال اه و الى اللقاء الى الفيديو القادم بحول الله